شهدت أسواق المملكة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك اقبالا من قبل المتسوقين ساهم في انتعاش الأوضاع الاقتصادية بحسب ما أكد تجار إلى أن ذلك أربك حسابات كثير من موظفي القطاعين العام والخاص الذين أنفقوا جزءا كبيرا من رواتبهم على مستلزمات العيد بعد تراجع رافق القطاعات الاقتصادية لعامين بسبب جائحة كورونا عدم أشر الانتعاش إلى الارتفاع من جديد هذا العام في الأسواق التجارية التي شهدت إقبالا على كافة مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر الحمد لله صار في حركة وفي بيع وفي شراء وفي حركة ناس في السوق وفي رجل غريب كمان من بره جتنا ما شاء الله من جيراننا من الضفة الغربية ومن هان من محافظات يجوا على عمال كثير ما شاء الله كانت أفضل والله هي كانت أفضل لأن كانت الناس محبوسة ومخنوقة وعرفت عليه كيف كانت معها مجال طويل عرفت عليه كيف وكانت حركة كويسة حركة السوق كويسة النشطة صراحة هذا العيد أجل موسم أحسن من السنوات الماضية وكان في حركة وكان في ناس وكان في انتعاش بالشغل الأمور عمالها الحمد لله بترجع أحسن من الأول حركة كانت كويسة وشهدنا أقبال منتاز الحمد لله كونه كانت الناس مقبلة على مستلم الرواتب جديد والأمور كانت في أفضل حالها الحمد لله ما حصل من انتعاش في الأسواق التجارية يرافقه تقهفر في جيب المواطن فرواتب الكثيرين من موظفي القطاعين العام والخاص انتهت مع انتهاء أيام العيد في ناس أكيد ممكن ما تكون يكفيها الراتب أساسا من أول الشهر لآخره فلما بنعرف كل واحد شو ظرفه شو عنده التزامات شو وضعه المادي بس بالنهاية عم بنسلك حالنا لآخر الشهر والأمور تكون طيبة أكيد دي يكون بضايقة يعني بعد العيد يعني ويعني ممكن يستلف من أقارب أو من زملاء أو من الشركة أو يعني من الشركة أو من المصنع ليستلف يعني مشان يكمل بقية الشهر يعني المواطن الأردني يعني آخر شهر وعيديات ومناسبات بده روح على البنات على أمه على خواته بده مصروف يعني وبعده بأول الشهر احنا بعدنا بخمسة أو ستة الشهر يعني والله يعني المواطن الأردني يعني منين بدي يكمل لآخر الشهر فصدقاً الله يعينه يعني بده يدبر حاله طبعاً يا بده يستدين من أهله من أصحابه يا بده يبيع الشغل اللي عنده بالبيت البعض راح يرجع لقروض من البنوك وأنا طبعاً ضد القروض يعني هاي الثلاث حلول ما فيش حل رابع الانتعاش الاقتصادي الذي حضيت به الأسواق يرسل إشارات تحذيرية بعدم دوامه على الحركة الاستهلاكية نتيجة نظوب جيب المواطن كما تنذر بأشهر عجاف قادمة رفع المعدلات لدراسة التخصصات الطبية والهندسية واشتراط مدة محددة للإقامة والانتظام في بلد الدراسة أبرز ما حملته الشروط والتعليمات الجديدة للدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية والتي أقر مجلس التعليم العالي بدء العمل بها اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023-2024 موسيقى اشتركوا في القناة بعد عطلة طويلة نسبياً يعود طلبة المدارس إلى مقاعدهم مع تبقي نحو شهر على العام الدراسي وللحديث حول تفاصيل الدوام المدرسي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد المسعف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ألم بك دكتور أحمد يعني جرت تعديلات على ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك وقبل ذلك كانت هناك تعديلات فرضها التحول المبكر من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الأحد كيف سيكون أو ستكون ساعات الدوام المدرسية للطلبة سواء في الفترة الواحدة في المدارس ذات الفترة الواحدة أو على فترتين يبدو أن الاتصال قد قطع مع السيد أحمد سنعود أو سنعاود الاتصال به ثانية رغم إعاز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بالعمل على تعبيد شارع حي المستشفى الأمريكي بالمفرق بعد أسبوع من عرض تقرير على قناة رؤية حول ترد البنية التحتية ما زال أهالي الحي ينتظرون تنفيذ الوعود التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر وقال أهالي حي مستشفى الأمريكي إنهم يعانون من قلة الخدمات في البنية التحتية والإنارة رغم أنهم يقتنون في الحي منذ أكثر من عشر سنوات ورغم النداءات والمطالبات للمسؤولين والمراجعات العديدة للبلدية ومديرية الأشغال لم يلقى صوتهم مستجيبا وأشار مواطنون إلى أن الشارع المؤدي إلى منزلهم أضاف عليهم كلفا إضافية حيث التصليح المستمر للمركبات وعدم قبول وسائط النقل إيصالهم إلى منازلهم خوفا على مركباتهم الشارع مكسر إلى أكثر من خمس سنوات وما أحد صلحه وما أحد إيجا وهتم فيه اشتكينا إحنا لرئيس البلدية واشتكينا للأشغال ولا حيات المنتو نادي إيجوا قبل فترة قبل ثلاث شهور عملوا لقاء ووعدنا وزير أنه يتم إصلاح الشارع خلال أسبوع لغاية الآن ما أحد إيجا ولا تم إصلاح الشارع ولا تم عمل أي شيء راجعنا الأشغال لأكثر من مرة وعدونا بالترقيع يعملون رقع مؤقتا لأنه ما في موازنة وإلا ذهبت إلى مناطق أخرى حجج كثيرة والله أعلم وزير البلديات وعدنا أيضا خلال أسبوع أسبوعين يتم إجراء اللازم ولا حياته لمن تنادي صارنا حوالي ثلاث شهور ونستنى أنه مزفته لكن ما زفته نشكو من المنطقة هذه الكلاب الضالة ونشكو من الخدمات لنارة ونحن هنا بالمفرق يعني نحن بعيدين حوالي اثنين كيلو عند المفرق وإن شاء الله أنه زفته بقرة فرصة لأنه سياراتنا خربة نهائيا والله ما نحن ملاحقين لا التصليح ولا الصناعية بالعودة ثانية لساعات دوام المدارس بعد شهر رمضان الفضيل ينضم إلينا مرة أخرى الدكتور أحمد المسعف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أهلا بك سيد أحمد يعني جرت تعديلات على ساعات الدوام كما تحدثنا سابقا خلال شهر رمضان المبارك وأيضا للتحول المبكر الذي جرى من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الأحد كيف ستكون ساعات الدوام لطلبة المدارس سواء ذات الفترة أو الفترتين أستاذ محمد أصعد الله مساءك ومساء جميع الأخوة المتابعين وكل عام وأنتم بخير سيد العزيز غدا إن شاء الله تعالى تعود المدارس إلى دوامها الطبيعي المعتاد اللي كان قبل شهر رمضان وقبل تحويل موعيد الدوام بسبب التحويل للتوقيت الصيفي إذن يعني الحصة الأولى في المدارس دات الفترة الواحدة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتعود مدة الحصة خمسة وأربعين دقيقة المدارس اللي فيها فترتين الفترة الصباحية تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحا والفترة مسائية تبدأ الحصة الأولى الساعة 11.55 طبعا مدة الحصة الواحدة في مدارس الفترة تين أربعين دقيقة فبالتالي يعني غدا الدوام كما في هذه المواعيد إن شاء الله تعالى الطلاب يتوجهوا إلى مدارس طيب دكتور أحمد يعني هناك مساعد لإيجاد حلول نهائية لنظام التعليم بالتناوب في المدارس مع بداية العام القادم بإذن الله يعني ما هي التفاصيل إذا سمحت سيد العزيز بتعرف أن المدارس الحكومية استقبلت خلال جائحة كورونا أكثر من 200 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية هذا العدد شكل عبء على الطاقة الاستيعابية لمدارسنا وبالتالي لجأنا إلى عدة خيارات كان آخرها خيار اللي هو التعلم بالتناوب اللي هو يتم تقسيم الطلاب إلى قسميا يدوم ثلاث أيام قسم والقسم الثاني دوم يوميا ثم يتم تبديل ذلك الآن حسب البروتوكول الصاشي أنه يجب أن يكون لكل طالب واحد متر مربع بسبب جائحة كورونا وبالتالي بعض المدارس لم تعد تحقق هذه المساحة وبالتالي لا جات إلى النظام بالتناوب نحن وجهنا مدار التربية ومدار المدارس إلى أنهم يستثمروا جميع مرافقهم ليتم التخلص من نظام التعلم بالتناوب بقدر الإمكان الآن جزء كبير نحن سيكون ذلك عن طريق استئجار مجموعة من المباني جزء كبير من المدارس إلى الدوام الوجاهي بشكل يومي لم يبقى لدينا إلا 286 مدرسة تداوم بشكل التناوب من أصل أكثر من 4000 مدرسة أي ما نسبته 7% وبالتالي الخطط لدينا المدارس التي لم تستطع أن تستثمر مرافقها أو لا يوجد لديها مرافق يستثمرها سوف نقوم إن شاء الله باستئجار مباني جديدة أو تحويل بعض المدارس إلى نظام الفترتين يعني لدينا حلول إن شاء الله للعام الدراسي القادم بشأن هذه المدارس الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بهدف توعية المجتمع المحلي بمخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني نفذت منظمة سيرين بالتعاون مع جمعية نساء عربيات مبادرة لرسم جداريات تنبذ هذه التصرفات عشان موضوع الرسم هاي فأنا كنت بتصفح فيسبوك ولا بصدف البوست تبع جمعية نساء عربيات منزلين عن مصابقة هاي المصابقة بتحكي عن الرسم اللي هو كيف بنرسم سكيتش بمثل الجرائم والابتزاز اللي بصير على السوشال ميديا يعني المهم اللي هو الجرائم والابتزاز الإلكتروني فشدني الموضوع لأنه كتير يعني هاي الفترة بنتعرض لهيك إشي فحبيت إني أشارك فيه فشاركت خطرة ببالي أكتر من سكيتش فحكيت بشارك بالسكيتش اللي بيمثل الإشي اللي احنا حرفيا بصير حاليا اللي هو إنه المبتز حاليا لو شو ما كان عمره صغير بسبب الثغرات الموجودة بالسوشال ميديا بيستغل الثغرة شو ما كانت صغيرة وبخترق حساب أي حدا ممكن إنه يستغله ويطلب منه طلبات عساس إنه يوصل للبدوية فحبيت اللي سكيتش تبعا اللي هو الرسم الدمى بالخيطان لأنه حرفيا بيكون زي هيك هاي الثغرة الصغيرة بمسك الإنسان زي كأنه لعبة دمية خيط وبتحكم فيه زي ما بده عساس إنه يحصل على الإشي اللي بدوية عن طريق ثغرة صغيرة موجودة في السوشال ميديا فحكيت لازم إنه نسوي هذا الإشي حبيت إنه تكون الرسمة بنت عشان الإشي اللي بيصير بيستغلوا فيه البنات أكتر من الشباب ورح أساعد البنات خاصة إنه صار فيه عندنا شوية وعي حتى إحنا يعني يمكن مرين بتجارب أو مثلا حوالينا صديقات مروا هيك بتجارب فرح أساعد البنات اللي بيكونوا جاهلين بهيك أشياء إنه لا تخافوا فيه أماكن بتقدر إنها تقدم لكم الحماية زي مثلا مؤسسة الجرام الإلكترونية ممكنها تحميكم من هاي الأشياء المبادرة هاي بدعم من منظمة سايرون لجمعية نساء عربيات وأنا وزملائي من قادر المجتمعيين دور ناد توعية ورفع الكفاء ورفع المهارات عند الأسر واليافعين واليافعات على الإبتزاز الأكتروني الجرام الأكترونية التنمر الأكتروني هدفنا إنه نوصل لأبعد مدى من الأسر اللي عندهم نقص من الوعي على مراقبة على أطفالهم لازم يكون في مراقبة مستدامة على الأطفال دورنا إن نوعي الأهل قبل من نوعي الطفل لأنه إذا الأب والأم بتوعوا بيكون دورهم هم الأقوى في المجتمع لأن هم البشر مع الطفل المواقع اخترناها هي ثلاث مواقع قوية مواقع حيوية تستهدف المدارس يعني ثلاث فئات من المدارس اللي هي الأساسية الإعدادي والثانوي ليش اخترنا هاي المواقع لأنها حيوية بيكون فيها اكتباد سكاني قوي مع طلاب المدارس حيث فجرت قوات الاحتلال اليوم منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها للبلدة بقوات معززة ويعتبر منزل جرادات الرابع الذي تنفذ سلطات الاحتلال قرارا بهدمه بعد منزل شقيقه الأسير غيث جرادات والأسيرين محمد ومحمود جرادات وأربعتهم يتهمهم الاحتلال بالتخطيط والمشاركة في عملية قتل مستوطن قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس في بؤرة حومش الاستيطانية المخلى مرسلنا كان هناك لحظة الهدم وعاد بالتقرير التالي دمار كامل خلفه تفجير الاحتلال لمنزل الأسير عمر جرادات هنا في بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية هذا التفجير الذي حدث عقب اقتحام قوة معززة من جيش الاحتلال للبلدة فجر هذا اليوم ووصل مهندسي جيش الاحتلال إلى المنزل وزرعوا جدرانه بالمتفجرات قبيل تفجيره في لحظة أحدثت دوي كبير هز البلدة بأكملها هذه البلدة التي اشتعلت مع اقتحام قوات الاحتلال وحدثت فيها مواجهات بين شبان البلدة والقرى المجاورة مع قوات الاحتلال بالإضافة إلى اشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقاومين أطلقوا النار صوبة آليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة كان هناك ثلاثة إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين نقلوا إلى مشافي مدينة جينين هنا نتحدث مع أبو المنتصر بالله والد الأسير عمر جردات اليوم هم بعاقبوكم بشكل جماعي تبعا لاتهامهم عمر وغيث شو بتقول اليوم انت كرب أسره والد لأسيرين زوج أسيره وثلث أسره اليوم المنتصر بالله الكبير غيث الله حزب الله عمر الثلاثة بالسجن وإمهم بقول انه اللي بساوه انتوا له عدل ولا في عندكم قانون ولا ديمقراطية بتتبجحوا وتتباهوا في العالم كذب انه احنا دولة قانون واحنا بالعالم كلهم في الشهادة ديمقراطية انتوا عملتوا لنا تشتيت وتدمير وتهجير وتطير عرقي مشان طفل 17 سنة انتوا بتهتموه تهتموه واعتقلتوه بدكم تأبدوه انتوا بتقولوا لبستول عمل الكتل حبست زوجتي مريضة 50 سنة حبست اولادي ثانين شتتتو انا اولادي صغار انا معلم مدرسة عمر 59 سنة ايلي 33 سنة في الخدمة مريض في عشرين مرض وجيت وشتتتوني مش مرة ومرة وثلاثة وثلاثة واربعة وطلبتوا للمخابرات لسالم وحققتوا معاي وكنتوا بنهد بيوتك بدنا ندمر حياتك بدنا نحبس نقبض مرتك ونحبس نقبض ولادك قلت لكم يا ساوه ليش انتوا ما قالوا احنا ديلت قانون قلت لكم يا ساوه يعني عاقب جماعي ودمر هالتدمير وبالكم يا ساوه انا اسمه اماني الموت كان لحج انت صغير اولا عكديش عمره قلت لعمل يا تسعة وخمسين سنة قالوا ازا قلت لعمش زين انا خلصت بعدين الحياة اللي انتوا فيها الظلم هذا انا بس تحملش قبر الكبور بيد عني سبعة متر اظن قلت لما تقعد بتشوفوا جيتوا شفتوهن انا كل اسمه اماني الموت لان حياة اللي انتوا الظلم اللي تفي يعني لا يطاكو عند ربنا احسن الله يقويك يا رب شكرا اذا يعني ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بالتهجير القصري التطهير العرقي العقاب الجماعي بحق هذه الاسرة الفلسطينية عائلة جردات الاسيرين عمر وغيث المتهمان بتنفيذ عملية برقة نهاية العام الماضي وشقيقهم الاسير المنتصر ووالدتهم هي صورة مصغرة عن سياسة التطهير العرقي المتبعة بحق الفلسطينيين وهذا ما سيجري خلال الاسابيع المقبلة في مسافر يطى الى الجنوب من الضفاء الغربية حيث يخطط الاحتلال لإخلاء 12 قرية فلسطينية في تلك المنطقة عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن بالإضافة إلى الرجال سيصبحون بلا مأوى في نكبة مصغرة عن حالة النكبة الفلسطينية المستمرة منذ 74 عام في محاولة لاستيعاب غضب المستوطنين وخوفا من تفكك حكومة الاحتلال الاسرائيلي الحالية بعد عملية المزير ع العاد تسعى حكومة نفتالي بنيت للمصادقة على بناء أربعة ألاف وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية منذ لحظة وقوع عملية المزيرعة لم تتوقف الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام العبرية للمؤسسات السياسية والأمنية في كيان الاحتلال لفشلها في ردع العملية قبل وقوعها أو حتى بالوصول بسرعة لموقع العملية ولعل بحسب الإعلام العبري الفشل الأكبر يتمثل بعدم قدرة الموساد ولا مختلف الوحدات البوليسية والعسكرية والاستخباراتية بإيجاد المنفذين بعد مرور ساعات بل أيام على العملية أيضاً كونها تأتي في ذروة استنفار أمني في ظل إغلاق على الضفة وبعد سلسلة عمليات سبكتها أربع عمليات على الأقل بنفس الطريقة لذلك هذا أعطى انطبع على هذا الجمهور وكأن الحكومة عاجزة كلياً وهذا تترجم على شكل خيبة أمل وإحباط وأيضاً مطالبة بأن هذه الحكومة تخلي مكانها وأنها ضعيفة وفاشلة في مواجهة هذا النوع من العمليات وسرعاً ما خرج العشرات من المستوطنين للاحتجاج في الشوارع مطالبين رئيس وزراء الاحتلال الحالي نفتالي بنت بالاستقالة الفورية بعد فشل الحكومة الحالية بردع أي من العمليات الأخيرة والتي أسفلت بحسب إعلام الاحتلال عن مقتل 19 مستوطناً خلال شهر ونصف فهل سيعود بن يمين نتنياهو إلى الساحة من جديد؟ أعتقد أن هذه الحكومة لن تصمد إذا عاشت هذا الأسبوع أيامها محدودة لن تعمر أكثر من أسابيع قليلة والبديل المطروح هو نتنياهو نتنياهو يملك تكتل متماسك من أحزاب اليمين والأحزاب الدينية والليكود مجموعة 54-56 مقعد أي تحالف قادم لن يكون دون هذا الاتلاف لذلك هو سيكون إما رئيس وزراء أو شريك أو بالتناوب مع جانس أو غيره حذا حسب الاتلاف أو الذهاب الانتخابات وعندها أعتقد لن تنياهو سيكون أيضاً في مكانة جيدة وفي سبيل تخفيف الغضب لدى المستوطنين أسرعت حكومة نفتالي بنت بالإعلان عن نيتها المصادقة على بناء أربعة آلاف وحدة سيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك جديد للحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية وإلى مصر حيث قتل أحد عشر جندياً إثر تصديهم لهجوم شنه مسلحون على إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان هذا اليوم وفاد البيان بأن مجموعة مسلحين قاموا بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة أفراد وضاف البيان الذي لم يوضح موقع الهجوم بالتحديد أن العناصر الأمنية باشرت بمحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء الأردن أعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي مقدماً التعازي بالضحايا وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة ووقفها المطلق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وبدعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف تواصل روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الثالث والسبعين فيما تم إجلاء خمسين مدنياً من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة من قبل القوات الروسية أتي ذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً بإجماع أعضائه أكد فيه دعمه القوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في سعيه إلى حل سلمي للحرب ويعكس البيان الذي تمت الموافقة عليه موقفاً موحداً للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي حيث كانت روسيا قد استخدمت حق النقد الفيتو ضد قرار يدينها ويطالبها بصحب جيشها نحو الأراضي الروسية وفور صدور البيان رحب به جوتيرش قائلاً إنه للمرة الأولى تكلم مجلس الأمن بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا مؤكداً أنه سيواصل بذل قصار جهده لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام أجريت اليوم في قصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ماكرون ألقى كلمة حدد فيها الاتجاهات الرئيسية لولايته الثانية أمام نحو 450 شخصاً من بينهم أفراد عائلته وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء فضلاً عن الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسواء أولند وماكرون أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة مناسبات رياضية واجتماعية يلتقي فيها أبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها النادي الاجتماعي الأردني في كل المناسبات والعطلات إلى التفاصيل في رأس الخيمة أنشطة ترفيهية رياضية ثقافية ينظمها النادي الاجتماعي الأردني لجمع أبناء الجالية الأردنية على مدار العام وأتشهد منافسات وأجواء حميمة لتمتين أواصر المحبة والألفاء بين الأردنيين في الإمارات هذه البطولة حقيقة لها أهداف سامية نود من خلالها أن نعمق أواصر المحبة والتواصل بين أبناء الجالية الأردنية والشعب الإماراتي وأبناء الجاليات الأخرى أيضا من أهداف هذه البطولة خلق جوم من المرح والبحث عن المواهب المتفونة عند الشباب وأن يجدوا في هذه الفرص والبطولات مكانا لهم يظهروا هذه المواهب تأتي هذه البطولة بطولة الشيخ محمد بن زايد استكمالا لدور النادي الأردني والأنشطة التي يقوم بها على مدار العام حيث تكون أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، أنشطة اجتماعية زي ما أنتم لاحظ عزيزي أجواء حماسية وأجواء رائعة سهرة أردنية بأمتياز ويعني شايف الجميع مبسوط والحمد لله جدا رائع والله بصراحة لا نشعر بالغربة في مثل هذا البيت الأردني اللي يحتوينا كلنا والحمد لله رب العالمين يعني زي ما بقولوها مال علينا الجو أصحابنا بنروع عليهم بيجوا علينا بنشارك بالمسابقات اللي بتصير بالنادي يعني الحمد لله بنحس حالنا أنه إحنا في بلدنا يعني في نهاية كل نشاط يحتفي المنظمون بالفائزين لقاء الانتصارات التي حققوها فترهم مفعمين بالحماسة للمشاركة في سائر نسخ الرياضية الثقافية الدورية الأخرى والتي يحرص النادي الاجتماعي الأردني على تنظيمها لتمتين علاقات الأخوة وتشاطر مشاق الشوق للوطن بين أبناء الجالية الواحدة ربيع أبو حسان رؤيا رأس الخيمة